صادق الرحاني هو من الخوئيين في الجو الخوئي لكنه يعيش في إيران في قوم فتواه في مضمونها تلتقي مع كثير من فتاوى الذين ما عرضتهم وتحدثت عنهم رجاءً اعرضوا لنا فتوى صادق الرحاني التي نشرها على موقعه الألكتروني الرسمي هذه فتوى صادق الرحاني بسبب طول الجواب فإن صيغة الفتوى لا بد أن تكون متحركة على الشاشة اعرضوا لنا صورة الفتوى هذه صورة الفتوى والتي سأقرأها عليكم واعرضوا لنا صورة موقعه الألكتروني الرسمي وهذا موقعه الألكتروني الرسمي وتلاحظون الفتوى التي أحدثكم عنها قد وضعناها في إطار باللون الأحمر السائل يسأل عن الشهادة الثالثة بخصوص ذكرها في التشهد الوسط في الصلوات الواجبة هكذا يجيب صادق الرحاني باسمه جلت أسماؤه الشهادة لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين هي من أسس العقيدة وذكره بالولاية بعد ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة هي من المستحبات المؤكدة وهي المستند الأساس في ذكره عليه السلام في الأذان والإقامة فذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية مثل ما يقول صادق الرحاني من المستحبات المؤكدة وعلى هذا الأساس فإن الشهادة الثالثة تذكر في الأذان والإقامة ليس لأنها جزء من الأذان والإقامة أما في التشهد حديثنا هنا عن التشهد أما في التشهد في الصلاة فلا يجوز ذكرها لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة لماذا؟ لكون الصلاة توقيفية لا يجوز الزيادة فيها فلا يصح التشهد إلا وفق النصوص الواردة ومن كان يقولها لشبهة فلا شيء عليه ولكن بعد اتضاح الأمر له فلا يجوز المفروض فلا يجوز له فلا يجوز له قولها في الصلاة خطأ مطبعي خلاصة الكلام الشهادة الثالثة بحسب فتوى صادق الروحاني لا يجوز ذكرها في التشهد الوسطي والأخير للصلاة لماذا؟ هو هكذا يقول لأن الصلاة توقيفية لا تجوز الزيادة فيها والتشهد جاء في نصوص معينة فلا بد من الالتزام بتلك النصوص من مراد من التوقيفية؟ ما هذا الكلام يرددونه أصحاب العمائم من مراد من التوقيفية؟ أنا لا أريد أن أناقش في أصل هذا المصطلح لأن الوقت لا يكفي للحديث في كل صغيرة وكبيرة ما المراد من التوقيفية؟ إذا كان المراد من التوقيفية أننا نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه في أمر ديننا فلا نتعدى الحدود التي يضعونها لنا فهذا ليس خاصاً بالصلاة الدين كله توقفي حينئذ إذا كان المراد من التوقيفية هو هذا وهذا هو ديننا فإننا نسلم للحدود التي يضعها لنا محمد وآل محمد الدين كله توقفي بهذا المعنى في عقائده في تفسيره في ثقافته وفي أحكامه في عباداته وفي معاملاته الدين كله توقفي لأننا إذا أردنا أن نستكمل الإيمان من سره من سره أن يستكمل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنه وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إذا كان المراد من التوقفية هو هذا فهذا هو ديننا الأمر ليس خاصا بصلاة وفقا لهذه الرؤية فإننا سنلتزم بحدودهم ومن جملة حدودهم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسط والأخير وفي كل موطن وفي كل موطن تذكر فيه الشهادة الأولى والثانية يجب ذكر الشهادة الثالثة الشهادة الأولى والثانية باطلتان من دون الشهادة الثالثة هذا هو دين العترة الطاهرة إذا كان مراده من التوقفية من أن نصا ذكر الصلاة بألفاظها وأفعالها وأركانها وأجزائها في نص واحد وفي نهاية النص يقول النبي يقول الإمام يقول المعصوم صلوات الله عليه هذه هي الصلاة ولا يجوز لكم أن تزيد عليها شيئا أو أن تنقص منها شيئا إذا كان المراد هو هذا فأين هذا النص في أي مكان لا يوجد عندنا مثل هذا النص لا يوجد عندنا نص واحد عن المعصومين صلوات الله عليهم يذكر لنا تفاصيل الصلاة من أولها إلى آخرها بألفاظها وأجزائها وأركانها من البداية إلى النهاية وفي آخر الناس يقول المعصوم هذه هي صلاة ولا يجوز لكم أن تضيفوا شيئا أو أن تحذفوا شيئا إذا كان عند صادق الروحاني مثل هذا النص فليبرزه لنا في أي مصدر لا يوجد مثل هذا النص العبادات والطقوس عندنا هي مجموع مركب من نصوص الآيات والروايات نحن ما عندنا نص خاص بالصلاة لا نستطيع أن نتجاوزه هناك نصوص أخرى تكمله الحج كذلك نحن لا نمتلك نصا واحدا يجب علينا أن نلتزم بحدوده وهكذا سائر العبادات عباداتنا في فقه العترة الطاهرة عبارة عن مجموعات مركبة نركبها من نصوص الآيات والروايات هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر شؤوننا الدينية أتعلمون لماذا هذه حكمة الآئمة إنهم يسدون الطريق أمام العابثين لأننا إذا كنا نمتلك نصا واحدا فبإمكان العابثين أن يعبثوا فيه وأن يلزمون بالعمل بهذا النص الذي عبثوا به ونحن لا نعلم لكن حينما تكون العبادات في مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا فإن العابثين لو عبثوا بإمكاننا أن نكتشف ذلك هكذا نظم الأئمة أحاديثهم تلاحظون الأدعية الأدعية لأنها نظمت بهندسة معينة فإن أي عبث في نصوص الأدعية نستطيع أن نستكشفه يستطيع عامة الشيعة الذين اعتادوا على قراءة الأدعية والاستماع إليها يميزون الكلام إذا مختل في أدعية أهل البيت وفي الزيارات كذلك ومع كل هذا فإن مضامين المعارف لم ترد في نص واحد وإنما انتشرت في مجموع النصوص في مجموع نصوص الأدعية وفي مجموع نصوص الزيارات والأمر هو هو في الأحاديث التفسيرية ولذا فإن العابثين بحديث أهل البيت من الطوسيين حرفوا وحذفوا وصحفوا وفعلوا ما فعلوا لكنهم ما استطاعوا أن يطمروا حديث أهل البيت إنه عصي عصي على التحريف مهما حرفوا أهل البيت وضعوا إمكانيات في حديثهم وأرشدوا شيعتهم من خلال معارض كلامهم ولحن قولهم وقواعد تفهيمهم من خلال كل ذلك وبتوفيق وتفهيم منهم يستطيعون أن يستخرجوا حقائق الدين مهما كثر التحريف الذين يتابعون برامجي يتلمسون هذه الحقيقة الواضحة حينما أتناول موضوعا من الموضوعات العقائدية أو الفتوائية فإنني أحشد الآيات مع الأحاديث التفسيرية مع رواياتهم المختلفة مع نصوص أدعيتهم وزياراتهم في لوحة واحدة النتيجة سترسم لوحة متكاملة متماسكة لا يمكن التفكيك بين أجزائها إذا ما أسقطنا جزءا منها فإن بقية الأجزاء ستبقى ناقصة تخبرنا بأن جزءا من أجزاء اللوحة المتكاملة قد فقت وهذا الأمر لم أعرضه بين أيديكم لمرة أو لمرتين إنها مئات ومئات ومئات من المرات عودوا إلى برامج الطويلة والكثيرة والمفاصلة إذا كنتم تبحثون عن الحقائق هذه العوبة شيطانية الصلاة توقيفية هذا الكلام يعطي إحاءا وكأننا نملك نصا واحدا أو أننا نملك مجموعة نصوص هذه المجموعة تشكل صيغة واحدة وكأن الأئمة قالوا لنا عليكم أن تتمسكوا بمجموعة النصوص هذه الموجودة في الكتاب الفلاني ولا يجوز لكم أن تتجاوز هذه النصوص هذا ليس موجودا وحق الحسين ليس موجودا لا يوجد عندنا نص واحد ولا توجد عندنا مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضا أئمتنا أهمرون وقالوا لنا إن الصلاة لابد أن تكون ضمن هذه النصوص ولا يجوز لكم أن تتجاوز ها إلى نصوص أخرى أي كلام هذا أي منطق هذا التشهد في أحاديث أهل البيت ليس محددا ووردت له صيغ عديد بإمكاننا أن نختار صيغة من الصيغ التي يريدونها الصيغة التي يتحدث عنها صادق الروحاني والتي يتحدث عنها سائر مراجع الشيعة هي التي اختارها الطوس وفقا للمذاق الشافعي هذا التشهد ورد في رواياتنا لكنه تشهد شافعي عندنا روايات تقول من أن تشهد الصلاة تكفي فيه الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد وهذا يوافق المذاهب الناصبية الأخرى يكتفون بالشهادتين الشافعي يشترط إضافة الصلاة على محمد وآل محمد على الشهادتين والطوس الشافعي فاختار هذه الصيغة 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 الأخرى وهي كثيرة التي اجتملت على ذكر العقائد مثلا على ذكر الجنة والنار والصراط و التي اجتملت على ذكر الأنبياء والملائكة و التي اجتملت على ذكر أمير المؤمنين وسائر الأئمة الأطهار هذه صيغ عديدة موجودة في كتبنا الحديثية فهذا الكلام هراء هراء في هراء من أن الصلاة توقفية وكأن حديثا من أحاديثنا يحدد لنا كل الألفاظ في الصلاة هذا المصطلح مصطلح جاءون به من النواصب من مصطلحات النواصب نحن عبيد مسلمون لمحمد وآل محمد ونلتزم بحدود دينهم مثل ما يحددون لنا حينما حدثونا عن الصلاة حدثونا وفقا لهذا النظام وفقا لنظام المجموع المركب هناك مجموعة نصوص نركبها ونستخلص منها صورة هذه الصورة قد تكون مطولة للذي يريد أن يطول في صلاته وقد تكون مختصرة موجزة للذي يريد أن يوجز في صلاته بإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بدقائق قليلة وبإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بمدة قد تصل إلى ما يقرب من ساعة كاملة إذا أردنا أن نقرأ كل النصوص من الأدعية والأذكار والأوراد التي جاءت في رواياتنا وأحاديثنا وحينئذ ستكون صلاة مختلفة بالكامل لكثرة النصوص والأوراد والأذكار فيها هذه صلاة صحيحة وتلك التي يؤديها المصلي في دقائق قليلة هي صلاة صحيحة وهذه حكمة واضحة وجلية من حكم أن تكون العبادات عبر مجموع مركب من النصوص هؤلاء لا يفقهون دين العترة وإن لقبوا بالألقاب الطويلة العريضة هذا الرجل صادق الروحاني قبل سنوات كفرني أصدر فتوى وكفرني أصدر فتوى وكفرني لماذا لأنني قلت من أن القرآن إذا عزل عن العترة الطاهرة سيتحول إلى كتاب ضلال وهذه حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا إذا فرقنا بينهما إذا أخذنا المصحف لوحده فهل سنهتدي إننا سنذهب في الضلال البعيد مثل ما فعلت كل الفرق والمجموعات مثل ما فعلت كل المذاهب والاتجاهات لقد أخذوا المصحف لوحده بعيدا عن العترة الطاهرة وحولوه إلى كتاب ضلال لأن القرآن هو الذي يتحدث عن ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حينما يأخذونه لوحده بعيدا عن العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب هداية عليهم أن يذهبوا إلى الراسخين في العلم والذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب ضلال عليهم أن يفصلوا فيما بينه وبين الراسخين في العلم الآية هو واضحة واضحة جدا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كفرني صادق الروحاني كفرني بفتوى كتبها بسطر واحد لما قرأتها ضحكت كثيرا لأن هذا الصطر يجتمل على الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية وقد عرضت هذه الفتوى في أحد برامجي في برنامج الكتاب الصامت يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج عرضت الفتوى وبيّنت الأخطاء الإملائية والنحوية الكثيرة في هذا الصطر وفي حينها عرضت عليه قلت لسيدنا أنا أقدم لك عرض تعال إلى لندن أسوي لك كورس في العربية وعلى حسابي الخاص وصدقوني لو وافق فإنني كنت مستعدا لهذا أعلمك عربية بشكل صحيح وارجع إلى قم أكفرني الفتوى مثل الناس أدري هو سطر واحد بـ 20 غلطة إملائية ونحوية كانت دارس هذه الفتوى من أن طلعت ثمانية صفحة من فوق لو نجوه سطر واحد بـ 20 غلطة ما يقرب من 20 لا أتذكر العدد الآن لكن يقرب العدد من 20 غلطة في سطر واحد هو هذا عند أهلية يصدرنا فتاوى من هذا القبيل وبالمناسبة هذه ما هي أول فتوى لتكفيري السيستاني بحسب ما أعلم أصدر فتوى في تكفيري وجواز قتلي أنا لا أدري هل الذي كتبها السيستاني أو محمد رضا السيستاني صحيح لم يظهرها إلى العلن لكن في أكثر من محاولة لقتلي حينما يطالبونهم بصيغة شرعية تجيز لهم قتلي محمد رضا السيستاني يبرز لهم الفتوى لا أدري هل يبرزها بشكل مخطوط مكتوب أو بشكل شفهي ينقل لهم الفتوى عن أبيه هل هذه الفتوى صدرت من أبيه أم من عنده لا أدري وحينما اتفقوا مع جهة من الجهات أن يختطفوني أي يقتلوني مع جهة معروفة طالبوهم بفتوى وسلموهم صيغة فتوى من أنني كافر وخارج من الملة بهذا التعبير من أنني خارج من الملة ولذا يجوز قتلي هذه معلومات دقيقة أنا متأكد محمد رضا السستاني سيتفاجأ من معرفتي بهذه المعلومات عند الكثير يا أبو حسن أنا أعرف الكثير هم لا يبرزون هذه الفتاوى يخافون مني من لساني لأنني سأكشف عوراتهم مثل ما كشفت عوراتي هذا الرجل لما أصدر فتوى في تكفيري وأخرجت الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية في سطر واحد وقلت لسيدنا سيد صادق تعالي علمك عربي هنا أسوي لك كورس بلندن وعلى حسابي سفرتك على حسابي ويقامتك على حسابي وارجع وكفرني على الأقل كفرون مثل الأوادد سطر واحد ما تعرفون تكتبوه في شكل صحيح من طيح الله عظكم حظبة هواكم إنني أحدثكم عن حقائق عن حقائق هؤلاء هم الذين يعمثون بدينكم ويضحكون عليكم نذهب إلى فاصل هؤلاء هؤلاء هؤلاء